موسيقى السندوق اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي تحول اسمه البعد كده لكونتينر هو اهم عنصر فاعل في عملية الشحن ونقل البضائع على مستوى العالم قصة اختراعه قصة مثيرة جدا سائق الشاحنة الامريكي مالكوم ماكلين سنة 1937 وهو بينقل البضايا بتاعته على العربية فكان بياخد لا انه نفسه بياخد وقت كتير جدا من تفريغ السندوق على الارض ثم العمال ياخدوها صندوق صندوق ويطلعوا على ظهر المركب ويتنفس طريقة التفريغ ففكر طب انا ليه ما اجيبش صندوق وحطه على العربية واحمل العربية بالصندوق وحطها على ظهر المركب بالسندوق اللي فيها وبعدين تنزل العربية تاني على نفس مينة التفريغ بعد كده لتتحول الفكرة سنة 1956 لأول عملية شحن بالحويات وكان عدد الحويات 58 حوية والبضاعة كانت أليمونيوم اتنقلت عبر أول مركب حويات على مستوى العالم من مينة هيوستون في أمريكا إلى داخل المواني الأمريكية عشان تتعامل بعد كده أول شركة حويات على مستوى العالم اللي هي شركة سي لانت اللي تحولت بعد كده لأكبر شركة ملاحة على مستوى العالم شركة ميرسيك سي لانت والحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله هنتكلم في تفاصيل أكتر عن أنواع الحويات أشوفكم في الحلقة الجاية القادمة ان شاء الله بإذن الله وادمتم على خير شكرا